إذا كنت من الأشخاص اللي يرموا قشر الليمون أو يتناولوا عصير الليمون من غير قشورها فهذول الأشخاص محرومين من كنس ثمين موجود داخل قشر الليمون فبهذا الفيديو رح نذكر فوائد تجنيها وراء إضافة قشر الليمون بنظامك الغذائي وبعد مشاهدة هذا الفيديو أبدا ما رح تهمل قشر الليمون وما رح ترميه ورح نذكر بهذا الفيديو طرق إضافة قشر الليمون بنظامك الغذائي فنشوف الفيديو للنهاية عشان نعرف الموضوع بشكل كامل اكتب لي بالتعليقات إذا كنت من الأشخاص الحريصين على تناول قشر الليمون وإضافتها بنظامك الغذائي أو لا وعشان نشرح الموضوع أكثر فرح نحتاج إلى الصبور فالسر وراء قشر الليمون اللي هي مادة الإيريوس سيترين وهي نوع من أنواع مضادات الأكسدا وتكون متركزة أكثر في قشر الليمون فإذا كنت حريص على تناول قشر الليمون وإضافتها مع نظامك الغذائي التغيرات اللي رح تحدث اللي هو رقم واحد انخفاب بالوزن قشر الليمون لها فوائد عديدة جدا بإنقاص الوزن لأن قشر الليمون والمضادات الأكسدا التي تحتوي قشر الليمون رح تساعد بشكل كبير على زيادة أكسدا الدهون هذا يعني أن الجسم يكون قادر أكثر على الوصول للخلايا الدهنية واستخدامها كطاقة إذا مركب الإيريوس سيترين رح يزيد من الحاجة لأن الجسم استهلك المزيد والمزيد من السعرات الحرارية القادمة من الغذاء فالأشخاص الحريصين على استهلاق قشر الليمون أجسامهم قادر على استهلاق المزيد من السعرات الحرارية للقيام بالعمليات والوظائف الحيوية مثل التنفس وإنتاج الحرارة يكون الجسم أكثر قابلية لتحويل السعرات الحرارية القادمة من الغذاء لإنتاج الطاقة والقيام بالعمليات الحيوية وإنتاج الحرارة بدلا ما يخزن هذه السعرات على هيئة الدهون داخل الجسم أيضا رح يسائب شكل كبير على خض من الجين المسؤول بتكوين الدهون البيضاء بنسبة قد تصل إلى 41% زي ما أنتم تعرفون أن هناك نوعين من أنواع الدهون المخزنة داخل الجسم هناك الدهون البيضاء والدهون البنية ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع رح أضع رابط فيديو يشرح الموضوع أكثر والفرق بين الدهون البنية والدهون البيضاء أيضا الحرص على تناول قشر الليمون هذا يزيد من إنتاج الحرارة من الدهون البنية هذه الدهون سواء الدهون البيضاء أو الدهون البنية تكون متواجدة داخل تجويف البطن أو ما تسمى الدهون الحشوية فإذا أنتجنا الحرارة من هذه الدهون البنية فينكون قادرين أكثر على التخلص من هذه الدهون المتراكمة داخل الجسم رقم اثنين اللي رح يحدث عند الحرص على تناول قشر الليمون اللي هو التخلص أو تقليل مشكلة مقاومة الإنسولين فيحرص قدر الإمكان إضافة قشر الليمون بنظامك الغذائي لأنه رح يساعد بشكل كبير على خض سكر الدم بنسبة تصل إلى 24% وخض مستويات الإنسولين داخل الجسم بنسبة قد تصل إلى 36% هذه النسب كبيرة وفعالة جدا تساعدنا بإذن الله بالتخلص من المشاكل الأيضية اللي الشخص يعاني منها مثل مشكلة مقاومة الإنسولين وحتى مشكلة ما قبل السكري وحتى مشكلة السكري من النوع الثاني فبجانب نظامك الغذائي الصحي تناول وإضافة قشر الليمون رح يكون عامل مساعد جدا لتحقيق هدف التخلص بمشكلة مقاومة الإنسولين رقم ثلاثة وهو تقليل التهابات الجسم مثل التهابات المفاصل الالتهاب اللي تكون في مستوى الجهاز الهضمي الالتهاب اللي تكون في الدماغ والأعصاب الطرفية الناجمة وراء مشكلة الأكسيديتف استرس أو ما يسمى بالتوتر المتأكسد أو التوتر الأيضي هذا التوتر يحدث بسبب عوامل كثيرة جدا مثل قلة النوم زيادة التوتر حتى ممارسة التمرين والنشاط الرياضي أيضا حتى مع تناول الوجبات حتى وإن كانت وجبات صحية رح ترتفع مستوى الأكسيديتف استرس وتراكم الإجهاد المتأكسد أو الإجهاد الأيضي هذا الشيء رح يأثر بشكل سلبي على الصحة وهنا تكمن مضادات الأكسد مثل الموجودة في قشر الليمون بالذات الاريوسيترين فلها دور جدا كبير مع التعامل مع الأكسيديتف استرس المتراكم داخل الجسم فتناول الأغذية عالية بمضادات الأكسد بالذات قشر الليمون لأنها فيها تركيز عالي بمضادات الأكسد رح يساعم شكل كبير على تقليل الأكسيديتف استرس المتراكم داخل الجسم فبالتالي انخفاض كبير في التهابات الجسم وتقليل العرضة بالإصابة بالأمراض المزمنة الفائدة الرابعة التي تجنيها وراء إضافة قشر الليمون أنه سيساعد بشكل كبير الأشخاص الذين عندهم اعتلال الدهون في مجراء الدم فالحرص على تناول قشر الليمون هذا الشيء سيساعد بشكل كبير على تصحيح اعتلال الدهون داخل الجسم فسيقلل بشكل كبير من الدهون الضارة مثل الدهون الثلاثية مع ارتفاع الدهون الثلاثية الشخص رح يكون في حالة غير صحية أبدا ورح تزيد من اعتلالات الجسم وحدوث مشكلة النقرص تشمع الكبد وأمراض القلب والأوعية الدموية والأوعية الدموية رح تفقد مليونتها مع ارتفاع الدهون الثلاثية بكذا الشخص رح يكون في عرضة أكثر للإصابة بارتفاع ضغط الدم بس خلينا نتكلم عن دور قشر الليمون بالتخلص من مشكلة تشمع الكبد فتشمع الكبد بكل اختصار هو تجمع الدهون والخلايا الدهنية في عضو الكبد ومن العلامات التي تدل على أن الشخص مصاب بمشكلة تشمع الكبد أو تجمع الدهون في عضو الكبد اللي هو ارتفاع بالدهون الثلاثية ومثل ما ذكرنا أن قشر الليمون له دور جدا كبير بزيادة أكسدة الدهون وأن الجسم يستخدم الدهون كطاقة سواء الدهون المتواجدة داخل الجسم أو حتى الدهون المتراكمة في الأعضاء فإذا كنت حاب تتخلص من مشكلة تشمع الكبد فمع التزامك بنظام غذائي صحي وأسلوب حياة صحية وزيادة النشاط حاول إضافة قشر الليمون لأن قشر الليمون سيساعد بشكل كبير على زيادة أكسدة الدهون مثل ما ذكرنا أن الجسم يكون قادر أكثر على استخدام هذه الدهون المتراكمة لإنتاج الطاقة أيضا مثل ما ذكرنا أن قشر الليمون سيقلل بشكل كبير من الجين المسؤول بتكوين الدهون هذا الشيء سيساعد بشكل كبير على تقليل تخزين المزيد والمزيد من الخلايا الدهنية داخل الأعضاء مثل عضو الكبد فايدة الخامسة من قشر الليمون أنه يعتبر مضاد لأشياء كثيرة مثل مضاد لتصلب الشرايين لأنه مثل ما ذكرنا أن قشر الليمون سيساعد بشكل كبير على خض الدهون الثلاثية ورح نحافظ على ليونة الأوعية الدموية ورح يقلل أيضا بشكل كبير من الأكسيدياتف استرس المتراكمة داخل الجسم إذن رح تقلل من التهابات الجسم وهذه كلها عوامل رح تساعد بشكل كبير من الوقاية من حدوث مشكلة تصلب الشرايين أيضا تعتبر قشر الليمون والمضادات الأكسدة المتركزة فيها تعتبر محاربة للسرطان مثل سرطان الرئى وسرطان الثدي وسرطان الماعدة أكيد طبعا مع التزامك بنظام غذائي صحي فهذه كلها فوائد رح تجنيها بمجرد إضافة قشر الليمون بنظامك الغذائي الصحي وإذا كنت أحد الأشخاص اللي تناول عصير الليمون أو ماء الليمون فقط من غير إضافة قشر الليمون فإنت رح تستفيد من الفوائد اللي ذكرناها بهذا الفيديو ولكن بنسبة قليلة أكيد طبعا مع الحرص على إضافة قشر الليمون هذه الفوائد اللي ذكرناها رح تزيد بشكل كبير هناك طرق عديدة لإضافة قشر الليمون بنظامك الغذائي ممكن تحضير عصير الليمون عن طريق عصر الليمون كاملة مع قشرها أو ممكن بكل بساطة استخدام قشر الليمون كمنكه ممكن إضافتها مع الأكلات مع الصلطة مع الأجبان أو حتى مع الزبادي اليوناني فرح تكون طعم الوجبة أفضل مع إضافة قشر الليمون ويحرص على غسل قشر الليمون جيدا قبل تناولها لأنها قد تحتوي بعض الأحيان على بقايا معادن ثقيلة أو مبيدات حشرية فمن الأفضل غسلها بمحلول البيكنج صودا فهذه الفوائد اللي ذكرناها بهذا الفيديو فقط بمجرد إضافة قشر الليمون ولكن إذا كان نظامك الغذائي سيء وكنت تناول الأكلات غير صحية فأبدا ما رح يفيدك الليمون ولا رح يفيدك قشرها فقبل ما تستخدم الليمون والمكملات والمغنيزيوم والبوتاسيوم صحح أسلوب حياتك عن طريق تغيير الأكلات الغير صحية بأكلات صحية وقم بالتحرك وزيادة النشاط وحاول أنك تمارس التمارين الرياضية المناسبة لك وبعد ما تصحح أسلوب حياتك وتجعله حياة صحية بعدها ممكن إضافة قشر الليمون اللي رح يكون عامل مساعد لك لتحقيق أهدافك بكذا نكون انتهنا من هذا الفيديو فإذا عجبك الموضوع أتمنى الضغط على الزر الإعجاب وإذا ما كنت مشترك بالقناة فيسعدني ويشرفني الاشتراك بهذا القناة لأنه بهذا القناة نهتم أكثر بالموضوع التي تهم قسارة الدهون والسرجاع الصحة ويضعكم الفعافية